من هنا نقول أن هذه الظواهر الأرضية يجعلها ربي عصاباً للعاصين وابتلاءاً للصالحين وعبرة للناجين لذلك يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة النحل قد مكر الذين من قبلهم فأثى الله بنيانه من القواعد فخرى عليهم مستقرهم فاقهم وأتاهم العذاب من حيث لا أشعرون ولا أجد في كل كتب الجيولوجيا والدراسات الأرضية وصفاً للهزات الأرضية التي تحدث في زماننا أبلغ ولا أشبل ولا أكبل من هذا التعبير القرآني وسببه المكر